مساء الفل ازايكم? الحقيقة انا عاوز اشكركم جامد جدا لان عدد مشتركين قناة سامري وصل تلتمية الف مشترك. في وقت وجيز جدا او وقت قصير جدا. ليه? خلي بالك. انا ابتقيت فيديوهات شهر ستة اللي فات. قبل كده انا مكنش بنازل حاجة اصل. قبل كده انا كنتش بحط حاجة. كنت بحط فيديو وفيديوهين تهريج يعني. شهر ستة ابتقيت ان انا عامل ايه? ابتقيت انازل فيديو اقول فيه رأيي. الجريب في الموضوع ان لقيت ناس دخلوا بصوا على الفيديو ده. انا قلت ايه ده? فيه ناس بتخش تشوف رأيي انا ايه? حقيقة فيه واحد فيهم كتب لي استمر. يعني فيه واحد حط لي كومنت كده قال لي استمر. فانا سمعت الكلام دي. يعني انا مشيت ورا الكومنت دي. قلت هستمر ماشي. هحط فيديو تاني. حطيت فيديو تاني. دخل حقيقة واحد شتمني. يعني شتمني شتمني يعني. وانت ضيعت لي وقتي. وانا قاعد بتفرج على واحد بيقول رأيه. وانا حعمل ايه برأيه? فلاقيت ان عنده حق. اللي بعديها لقيت وحب يقول لي ايه? وفيين بقى مصادر الكلام اللي انت بتقوله ده? فعيب تاكتشف ان فعلا لما انا اتكلم من رأيي او ان انا اقول لك رأيي ده مش حيفرق معك في حاجة. ده ان انا مجرد بعبر عن رأيي في الاحداث. بتاكت افكر ليه ما انقلكش من مقالة زي ما هي مكتوبة كده انقلها لك. والحقيقة ده اللي حصل لما تيجي ببص على الفيديو هتلاقييني انا هتملي قاعد كده على الجنب شوية. ما مش قاعد في النص. بقاعد على الجنب شوية. ليه? عشان ابين لك المصادر وورك الاسبات بتاع كل كلمة انا بقولها. يعني اي حاجة انا بانطق بيها او بقولها لازم اقول لك الاسبات بتاعها هو. خلاص? برغم كده لقيت في ناس تقول لي لا والله المصدر اللي انت جايبه ده مش قد كده. وعلى فكرة الكلام بتاعه مش صح. فبتاكت ان انا اطور في المصادر بتاعتي. بطايت ان انا اعتمد على مجلات او مواقع موثوق فيها جدا. اه نيويورك تايمز واشنطن بوست. بطايت ان انا نوع اكتر في المصادر بس تبقى حاجة موثوقة. في نفس الوقت ابتايت اختار الحاجات اللي اتكلم فيها. يعني ابتايتها بعد عن الاموات والاعراض والحاجات دي ملاش لازم. يعني ما? لا تربيتنا ولا دلنا ولا اي حاجة تقول لك ايه? خد في الحاجات دي. ابتايتها بعد عنها. في نفس الوقت ابتديت تعمل الفيديوهات اللي انا حب اتفرج عليه. ودي اهم حاجة في الموضوع. ان انت تعمل فيديو وتحب تتفرج عليه. شو ازاي? ما بحطش الفاظ ما بقولش حاجات خارجة. ما بجرحش مشاعر للناس اللي قدامي. ما بهاجمش. على فكرة كانت جات لي فترة كده كنت بنزل فيديوهات في الرياضة. ولقيت ان الناس بتتضايق جدا لان في الاخر حتى لو انا ما بقولش انا اهلاوي ولا زمل كاوي. يقولك لا انت اهلاوي. تاني يقولك لا انت زي ملكاوي في نفس الفيديو. يعني ايه تابعت شوية عن الرياضة ولما بتكلم بقى تبقى اقول ايه لاوي. يعني فيديو او فيديوهين بالكتير اهلا. لان انا مش عاوز اخسر حد في كو او ان انا دقيقكو بايشة. تالت حاجة واهم حاجة في الموضوع الثقة. انا الحمد لله الحمد لله. مفيش تحليل. احنا قلنا مع بعض. او ان انا جبت مقالة وقلت هيلك وطلع غلق. بالرغم كل الهبد اللي كان بيتقل. يعني موضوع ليبيا. لما كان بيحصل في ليبيا. كنت باجي اعرض لك المقالات اللي بره وقول لك مفيش حرب. في وقت كل الناس كان مركزة امتى مصر هتخش تهبت في التركيا وامتى تركيا هتضرب في الجيش المصر. وكان تحليلنا صح. تحليل الحاجات اللي بره صح. تاني حاجة موضوع اثيوبيا والسودان. كل الناس قلت لك الحرب بكرة. على فكرة كان عندهم حق. بس انا لما جيت اقول لك مفيش حرب كان بناء على مصادر من بره. مش رائعي. ربح حاجة شرق بحر المتوسط. وكتير من الاحداث اللي قطناها سوا وطلعت صحة في الاخر. طبيعي. ده طبيعي. ان انا ممكن اقول لك تحليل او اتنين ويطلع غلط. خلي بالك. اللي قاعد يحلل ده او الكاتب اللي بره ده مش هو صاحب القرار. مش هو رئيس الجمهورية. افرد رئيس الجمهورية غير رائع. قال لك لا ده احنا بكرة نطلع بالحرب ايه? ممكن. فده طبيعي ان ممكن انت تقول التحليل وتبزل فيه مجهود كبير وفي الاخر يطلعها. ممكن. ده في الاول الاخر التحليل. اهم ما في الموضوع. لازم تعرف. انا بقولش رائي. ولو قلت رائي بيبقى في قديق الحدود. مش هتلاقي فيديو ليا بقول رائي فيه من الاول الاخر. مش هيحصل. ما اعتقدش ان انا هعمل كده. ولو عملت كده هتبقى برضو فيديو او فيديوهين لو عملت كده. انما في الاول الاخر هتلاقي مصادر انا بتكلم منها. هتلاقي اخبار انا بجمعها. اه الاكتر الاخبار ومصادر دي من مواقع موثوق فيها. لان فيه ناس بتطلع تبني الاخبارها على حاجات من تويتر. انا بقى مش كده. يعني يخش على تويتر يجب لك الاخبار بتاع تويتر يقول لك اتفضل. وفي الاخر ممكن الكلام ده كله يطلع هابد او مش موثوق فيه. انا اسمي ايه? مش مهم. يعني انت حاول تعرف اسمي ايه مش هيفرق في حاجة. اهم حاجة انا بقول ايه? وعلى فكرة ده اللي انا حاولت ان انا عرضه بالنسبة لحضراتكم. ان انا ما قلتش انا هويتي ايه او انا اسمي ايه? لان فعلا مش تفرق. لان الاسم مش هو ده اللي هيعلي او يوطي القناة. خالص. في الاخر انت متعرفش ان اسمي ايه يا صح? يعني لو جيت انا قلت لك ان اسمي محمد مثلا فلان. ايه يعني محمد فلان? عادي. زي اي اسم بتغيرها في اي قناة تاني. مرة دي انا اعتمدت ان انا خلي اسم القناة اسمها سامري دي يعني ملخص بالعرب. انا باجي لخص لك الاحداث وبقول لك والله اكتر من مقالة رأيهم كزا. بس ده اللي بعمله. او لو مقالة مسلا طلع من او موقع جامد. مقالة ايه لا يعني? ده ده سما يعني. باجي حلول لك المقالة دي لوحدها كده وقول لك الكاتب او الكتاب يقولوا كزا كزا كزا. انما ان انا اخد فيديو في معلومة واحدة واطلع اولهولك ما بيحصلش. لان في برضو ناس بتطلع تاخد معلومة واحدة وتلاقي فيديو عشرين دقيقة. يعني هي المعلومة نفس المعلومة هي واحدة. وتلاقي عشرين دقيقة فيديو. ما بعملش كده برضو. خليت امال لي اعتمد ان انا اجيب معلومات كتيرة بحيس ان انت ما تزهقش. في نفس الوقت تبقى مستفيد من فيديو. ما تبقاش بص على الفيديو ده كأنه فيديو خلاص. ما بعملش كده. اهم ما في الموضوع عشان تبقى عارف. انا لا موجه. ولا شجال مع حد. ولا في حد مقاولني. ولا في حد بيبعت لي تمويل. ولا اي حجم دي. خالص. بص الموضوع ابسط من انت ممكن تتخيل. كل الموضوع ده كاميرا. وانا قاعد قدامك. بس. وبين وبين بعض المصادر. يعني بيننا وبين بعض لما تيجي وتقول لي والله المعلومة انت قلتها غلط او صح. بناء عن مصدر اللي انا جايبه. بس. انما انا لا ليه اتجاه ولا ليه اجندة زي ما واحدة طلعت شتمتني وقالت انت ليك اجندة وموجه. نزلي بوست كبير فيسبوك بتقول لك البنيادم ده بيهاجم الادارة المصرية وبيحط السم في العسل. سم ايه وعسل ايه? مع فكرة انا ابسط ما انت ممكن تتخيل. تماما. وعلى فكرة ما بحطش ما ببطنش الكلام. يعني لو عاوز حاجة بقولها. والاغرب الاغرب. ودي حاجة يعني انا فعلا بستغرب لها. كمية الحرية او كمية المواضية الحساسة اللي انا عرفت ان اقشها معاكم. يعني على فكرة مش سهل. الحاجات اللي انا قلتها هنا في القناة دي مش سهلة. في ناس تخاف تتكلم فيها على فكرة. يعني موضوع الغاز بمصر واسرائيل نقشناه. موضوع الاموال بتاعة تلسيسي نقشناها. متهيالي كان موضوع كده كان حساس شوية وشائك. بس عرفنا ان اتكلم فيه الحمد لله وعد ما ما تقفشتش. يعني ما حدش جي اقعد عليا يعني. فالحمد الله. في ناس بتكلمني تقول لي ندعم القناة بتاعتك ازاي? والله كله انا عاوز من حراك ان انت تشوف فيديو. ليس اكتر ولا اقل. والحمد الله. اه 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 ا اي حاجة هتكلم فيها بس تعرف برة بيقولها لان ايه. في الاخر لازم تعرف انا بسقش لحد ما بهجنش لحد بانطاقت بس. يعني انا مش ما بستخدمش الفاظ. وما بطلعش اسب وبالعن وبتعمل. ولا لفظ على فكرة اتحداك. لو شفت لي فيديو واحد قلت لفظ او شتيمة كبيرة. ما حصلتش. احتراما لكم واحتراما لنفسي عمري ما حعمل كده. في الاخر انا متشكر لكم جدا كل واحد فيكم. فعلا انا متشكر جدا ويرب افضل عند حاصل نظر لكم. ورب نزول مصر. تحية مصر. سلام.